يفتح الصين وأبوابها للتعاون مع شات في مختلف المجلة أدا ما كشف عنه لقاء رئيس الجمهورية محمد دريس ديبيتنو مع نظيره الصيني شي جي بينغ في بيكين لقاء يعتبر الأول من نوعه بين الزعيمين حيث رحب رئيس جمهورية الصين الشعبية برئيس الجمهورية وهنأه على قيادته الناجحة للفترة الانتقالية وفوزه في الانتخابات الرئاسية متمنيا له أن تكون فترة ولايته فترة ازدهار ونمأ وقال إن الصين منذ عدة سنوات كانت شركة لشات في مجالات مختلفة وتعمل على متابعة العلاقات وتطويرها للاستفادة بشكل أكثر فعالية وأكدا أن الصين مستعدة لدعم جهود التنمية في شات أما رئيس الجمهورية محمد دريس ديبيتنو فقد شكر الرئيس الصيني على جهوده في تعزيز العلاقات مع إفريقيا وقال إن العلاقات الثنائية تزداد قوة بتواجد المؤسسات والشركات الصينية بالبلاد وأشار إلى أن الصين تعتبر شريكا قويا لشات حيث تمتد علاقات البلدين لأكثر من خمسين عاما هذه العلاقات يجب أن تزدهر لتعود بالفائدة والمصالح المشتركة على شعبي البلدين مشيدا رئيس الجمهورية بجهود الصين في بناء مقر المجلس الوطني وملعب منجفة وإعادة تأهيل وتحديث مستشفى الصداقة الكادية الصينية كما حظي حضور الشركات الصينية المشاركة في تنمية البلاد بتقدير رئيس الجمهورية محمد إدريس ديبيت نون الذي وعد بتسهيلات لجميع الراغبين في القدوم والاستثمار في جات وطلب رئيس الجمهورية من الصين المزيد بنا الدعم لا سيما في مجال البنية التحتية وإنشاء ملعب آخر ومقر لمجلس الشيوخ الذي يعتبر من مخرجات الحوار الوطني الشامل والسيادي ووعد الرئيس الصيني بدعم جات في خطوتها نحو التنمية والاستقرار التام واحترام سيادتها وشجع الشركات الصينية على اختيار جات كوجهة للاستفادة من قطاعات الطاقة والمياه والزراعة خاصة الفول السوداني والسمسم وقطاع الصحة والنفط والبنية التحتية لقاء أثبت رغبة الحكومتين الصينية والشادية للعمل معا تحت قيادة الرئيس شي جينبينغ ومحمد إدريس دبيتنو لبناء مستقبل مشرق في تاريخ العلاقات الصينية الجادية